اي افم كوثر الباردي دارنا العزيزة على اي افم مرحبا بيكم مرحبا بيكم في ساعتنا ثانية من دارنا العزيزة احنا معكم حتى لنص النهار طوال 11 وحدش نتقيقات بمناسبة عيد الامهات كورال سيدي سيمي قدم لكم عرض راديو كاسيت لأول مرة في تونس الصغار دونك يهزوكم في رحلة مليانة بالذكريات الأحلى أغاني الثمانينات والتسعينات دونك نهار الجمعة يعني غدوة غدوة 31 ماي السبعة متع العشية في مدينة الثقافة شبلي القليبي بيش تلقاوا عرض ممتاز تتمتعون توما وصغيراتكم التذكر تتباع بمقر كورال سيدي سيمي في مدينة الثقافة وعلى تسكر تيب وان تيين دونك عرض راديو كاسيت عرض غنائية درامية موجه للصغار والكبار وبالأخص للأمهات امشيوا ما تندموش عرض ممتاز عالاخر عالاخر والا جي جي صباح النور صباح الورد كوثة يا صباح الفل صباح الورد والياسامين توحشتك برشا عايشك والله العظيم حتى نتوحشتكم والله صباح صباح حمده الله لبيس لبيس كل عدد برامزينا سهلة فيسا فيسا نعملوها في نودكو من شهيك ادبارتنا اليوم مش نعملو كوردان بلو طريقة سهلة حبوه صغار مبسطة وميتكلفش برشا وميتكلفش ومش نعملو الدوناتز اللي هو صغر وكبر نحبوه حاشتين يحبوهم برشا 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 بيش ناخذو زوز زدورات بتاع الجيش نرحيوهم بالقديق نحطوهم شوية ملح شوية فلفل لكحل شوية كليل وزعتر حضرنا شي هكا الباتا ديكا نحلوها بالقلقال على البابير سيلوفان حطو فوقها السيلوفان ونحلوها حتى لي نتولي هكا رهايفة نحطوها في الكنجيلاتور بعد نخرجوه ونقصو بالنبخطة بيس هكا دوائر انتو الكبرى بتاع اللي الكوردان بلو نحطو كعبة جنبون وكعبة فروماج سلايس اي وإلا موتزاريلا وبعد نثنيوها هكا بالفوخشات هكا ولا بيدك نحطوها في شوية فارينة الركضو شوية عظم معا شوية ملح وفلفل لكحل وشا بلوغ ونقليوهم وإلا نحطوهم في الفور وحاجة ياسر بنينة سيخطوك يبدو مرحيين كوفر بنينة علّقها أحلى أبن من اللي تقعد أنت تحل فيها هكا بالقلقال وبنينة معا سوس معا سليتة معا سلاتة معا بوم دو تاخ فلفور روز اللي هو وبنينة وبنينة وان بلو سريت القانتيتي متعزوز الدورات بشتايحنا بريت سبعة ثمانية كعبة كوردان بلو مانتا ماش فتتكلف برشا ماش مو كلفة بها برشا فما حتى ليحطوا رقات سبناخ معلّج بالنجب بيانسوغي إذا كان الصغار يقبلو سؤيد ناجب تحط سبناخ تحط حتى اش اسمو الحبق زي دا كعبة حبق هكا كي السوس بيستو هاي بها برشا دونك فطورنا اليوم سيهل سيهل وبني بالنسبة للدوناتز تاوا بش ناخذو خمسمية وثمانين جرام فارينة معاها مغرفة صغيرة خميرة متاع كتو رشا ملح حطوهم على جنب شاخنوا ميتين واربعين ميليليتر حليب دافي نحطوا عليها ساشي خميرة متاع خبز ثلاثة مغارف سكر وساشي سكر فانيليا حتينا همش يتفعلوا هكا الخميرة مع السكر والحليب شنحطوا في بول نجبوا بيدينة وإلا بالبيتخان كيما نحبوا نحطوا الفارينة هكا النواش في الكل نزيدوا عليها الحليب نحطوا نعجنوها ومبعد في اللخر نزيدوا بالعظمة بالعظمة اللي هما عظمتين دوك نخلطوا الفارينة والحليب بقبل نحطوا الحليب ومعاها الخميرة والسكر وسيكو من يتفعلوا مبعد نحطوا الفارينة نناوش في اليوم الفارينة والخميرة بتاع القطو رشط الملح خلي والعظم العظم هما بعد ما تلمت هي بالحليب نحطوا بالعظمة بالعظمة ديجا هي بش دشي تكستور متاحا راهي اطريا ما هي شي يبسا في اللخر بش نزيدوها 80 جرام زبدة بحرارة الغرفة هذيك اللي بش تعطينا هكلا هشاشة وتبدأ مبسا حتي نشي البات متاعنا خليوها على الأقل تخمر ساعة ساعة ونص بعد نخرجوها نحيولها لهوي نحلوها شوية فارينة بالقلقال والبلون بخطب ياسم تاعنا نقصوا الدوائر وكالدوائر شوفوا في الفيديو هذي اللي على اليافم تيدي اذو ما جيجي اللي عملتهم بيصور ولا دونات ناجحها على الاخر ونحطوا نحيوك الدوائر اذوكم الوسط متاحهم بعد بش نقليوهم دي ما نحطوا الزيت بزيد سخون ونقليو لدوناتس ونبعد ناخدوا شوكولات شوكولات ولي وإلا شوكولات نوار نذوبوها معا شوية زيت نغطسوا الليبانية وإلا اللي دوناتس كيف كيف سيلا ممشوز ونزينوا بالليفغميسال وإلا بالفاكية وإلا اللي نحبوا وحاجة أخرى كاوثر ينجموا يعملوا في الفور وهم بيدهم بعد ما يخبروا بيانسور احنا ما نقصيناهم حطوهم يعاودوا يخبروا راو مش نقليوهم تول يعاودوا يخمروا بضة ساعة ساعة ونص لينيواليو دوب الفوليوم ومبعد نقليوهم إذا حبوا في الفور ولي حب في الفور كيما قلنا ندهنوا بشوية أصفر متعظم شوية حلي ونحطوا في الفور يوالي يا كيكا صحي ونبنين زي درا نعملوا هكا وهكا وصحا قو بش في وما تسايفش تدخل لإستاقرام جيهان عيسا ولي ديليز دي سي سي باش فيسبوك يعطيك الصحة يجي جيد بارة ممتازة على الأخر وسهلة مهلة نخرجو ببو بعد هانا راجعين بالدنيا زينا مزلنا مع بعضنا حتى النص نهار طوال 11.19 دقيقة مع أسامة صعفي مرة أخرى صباح الخير صباح الفل أسامة صبقنيك يا أسامة اليوم عاي صبقتوني مش في وقت يا قبل وقتي بالبوع ساعة ولا كل شوية درجيم اما يحبوك العبيد يسمعوك قبل ولا بعد يسمعوك زي ما يستنوا فيا قبل بدرجينا هما اللي ميصور كل يستنوا فيك لي لي ما تصورش لي ما تصورش اللي ميصور مبني عليك مهم اللي تقول فيه مهم جدا يكيد جدا أنه نحاول كل مرة كاوثر نحكيه على موضوع وظاهرة تهم الناس الكل في المواضيع اللي هكا تهم الرأي العام ونحكيه المرة هذي على تتالي الاطاحة به عشرات الشبكات اللي تنشط في مجال التنقيب والاتجار بالأثار والكنوز والقطاع الأثرية والأحجار الكريم امام وقت اللي تتالي العمليات هذي نوليوها نحكيوها على شبكات في مختلف أنحاء الجمهورية في عديد الولايات أو عصابات بالضبط إذا كنت شبكات مخالفة للقانون تدخل تحت خانة العصابات وبينصير هذو مع بيت قاعدين ينتهكوا في عثارنا في تاريخنا وقاعدين يتاجروا بالمواد القيمة هذي وانا نقول قيمة مش ماديا ولكن قيمة تاريخيا وقيمة معنويا بالنسبة للبلاد وكل متاجرة بيها وكل حيازة لها المنقلات الأثرية ذي يعتبر جريمة اي ممنوع قانونا اكيد الأخبار المتويتر اللي يعجبني في الموضوع فما مقال في جريدة الأخبار كان تقريبا جمع مختلف يعني نقول لنا النجاحات الأمنية في المجال هذا ومختلف الشبكات اللي تم القبض عليها في مجال المتاجرة بالأثار هو مقال لزميلنا صحفي كمال بن عمر اللي بش نستقبله معنا هو اللي بش حاول يعطينا أكثر تفاصيل على الشبكات وعلى الظهر هذي سي كمال صباح النور سي كمال سباح الخير مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بمتابعي إذاعة إياه خام مرحبا بي دونك كمال انتي انطلقت يمكن من آخر عملية أمنية للإطاحة بإحدى الشبكات للمتاجرة بالأثار وعملت نقوله واحنا لمختلف الأحداث المشابهة في المدة الأخيرة دونك هي موجودة لحكاية أكيد كاوسر هي موجودة موجودة من قديم الزمان ولكن لحظنا تقريبا هذي التحقيق الرابع والخامس اللي نقوم بيا حول الظاهرة هذه لحظت أنه فما انتشار نسبي لهذه الظاهرة معناه كانت فيه وقت من الوقات معناه تشمل أشخاص بعينهم تولينا نحكيوه على شبكات أو عصابات وتكوين وفاق من أجل الاتجار بالأثار وتهريدة كما قلت وسامة هي معناه الجانب الماتي أكثر منه الماتي الكلمة ولكن هي تمثل تاريخنا تمثل حضارتنا تمثل برشلشية اللي لحظناها الوحدات الأمنية تمثل خلال الفترة الأخيرة تقريبا من اللي طاحها بعشرات شبكات اللي تنشت في هذا المجال مجال تجارة المنقولات الأثارية وتهريبها ولحظنا أنه العمليات الحز يعني حز قطاع أثارية قيمتها معناها كبيرة برشق وذات معناها قيمة نادرة يعني البحث تمتحهم اللي عملوه لقاوا فيه حاجات قيمة وحاجات معناتها أثارية كبيرة تبينسير ثم أشياء معناها عندها قيمة أثارية كبيرة برشق معناتها و وحتى القانون راهوا كي نحكيوه على القانون لأن القانون راهوا متشدد برشق مع حاجتها التهريب الأثار بصفة عامة مثلا نحكيوه على شهر مية فقط ما نبعدوش برشق باش نشوفوا إنه نحييوه بالمناسبة معناتها المجهودات اللي تكون بيها الوحدات الأمنية لحيا اللي هم مبيرة نحكيوه على أكيد نحن نحكيوه على شهر مية على الأقل تم على الأقل الضبط معناها ست شبكات نحكيوه على ست شبكات في شهر نحكيوه على عصابات منظمة كمان نحكيوه على ثمانية عمليات نحكيوه على شبكات رأوا كل شبكة تضم ثلاثة أشخاص معناها فهم أكثر فهم أكثر نحكيوه على الناس اللي تقوم بالنبش على الأثار والناس الوسطاء معناها اللي يكونوا معناها واسطة بين المنقصين نحكيوه على الأثار أكيد يكونوا مختصين فيها معاهم يعني مهمش يا عبيد عاديين اللي قاعدين يلوجوا في الأثار هكا ولاي؟ نحكيوه مثلا على الحاجات اللي تم حزها معناها وتم حز معناتها نقول واحنا معدات كبيرة برشو معدات مطورة في التنقيب عن أثار نحكيوه احنا أشخاص مثلا معدات كشف المعادن معناها يا كاميلا أي أسامة المشكلة في المعادات هذية ما نعرفوش منين يجيبوا فاهم هل يتم تهريبها الزادعية تهريبها معناها معدات مطورة معناها معدات مطورة جدا هي تتباع الانترنت كمان موجودة على الانترنت العبيدة دوما قاعدين يتواصلوا مع أشخاص ويشريوا في المعادات هذي منهم مش نقول لنا من تركيا يشريوا فيها تقريبا توصل عن طريق ليبيا من الأغلب عن طريق ليبيا هذا اللي نعرفوه حسب معلوماتي زادة الخاصة وتدخل بطريقة غير شرعية لتونس يعني تداول المعدات هذية يعني محجر بالقانون ووقت اللي تم حاجز معدات كبيرة من نوع ذي يعني العبيدة دوما قاعدين يدخلوا في إطار التهريب وغسيل الأموال والاقتصاد الموازي وشوف المسألة وين تكبر نعم أكيد 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 تقول العصابات هذية وثامة عصابات مركبة يعني عصابات معناها تلقاها مش مختصة فقط هاو نقولوا عصابة مختصة بالتنقيب في التنقيب على الآثار وتهريبه فقط إنما تكون عصابات انصحة تعبير عصابة مركبة ثم معناها مركبة معناها فيها برشة اختصاصات فيها الاركيولوجة اللي بش يلوج على البلاصة فيها المختص المعادل فيها تيجر فيها بائع الذهب فيها اللي عمدوا علاقات دولية بش نجموا يبيعوا لثارذية فيها ترافيقون بتاع العملة فيها تيجر مخدرات من القيمة الحاجة اللي قاعدين يعملوا فيه اكيد اكيد هذا الختير في الموضوع بالضبط اسامة هو علش نحكيه ونقوله مرة اخرى نحكيه الوحدات الامنية علش لانه وراء تسكيك العصابات هذه رأي يطلب حنكة كبيرة برشة ويتطلب عمل مجهود معناها كبيرة برشة خاصة العصابات هذه رأي رد بالك اسامة رأي ساعات تكون عصابة نقول انا عادرة للولايات يعني ما تكونش عمالها منحصر في ولاية واحدة لا بالعكس يتنقل وهذا اللي لاحظناه الايقافات تكون من ولايات مختلفة والعمل اللي بتاع العصابات يكون متنقل ساعات عصابة اللي تكشف نقول واحنا في ولاية من الولايات تبقى هدوة في ولاية اخرى والابحاة اللي الوصلت الى الوحدات الامنية هذا هو اللي الوصلتهم معناه اللي تضم اطراف متعبدة من ولايات مختلفة وضع كامل عندك اضافة اخرى قل اذا كان السؤال يتطرح شنو الولايات اللي معناتها اكثر اكثر انتشارا شبكة الاصبوع للفارض وزاد مختلف الولايات تقريبا وكانت شوفوا اكثر انحصارة في الولايات الفطرة الاخرانية في الولايات لذكرناهم يعني نشوفوا انه اغلب الولايات يعني تتواجد فيها الحصابات هذه واللي ربما الحاجة اللي لازم المواطن يعرفها المواطن البسيط جاعة يشارك مع شبكة في واحد ما يعرفش انه هو المشارك هذي يعتدي على تراث بلاده يشارك معهم عن جهل خاطر يقولك حاجة عادية يفركز في حاجة ايه طبعا طبعا بطبيعة هذا الكل معناها لازم يكون المواطن على علم بالقانون بش ما يكونش مشارك في الجريمة عن سهو او عن غير قصد كيف كيف زادها في كل الحالات لازم يكون عارف واجبيته وعارف حقوقه واكيد انه كما كان يحكي كمال مسألة خطيرة والجهود الامنية اكيد بنجمه كان نحييوها لانه الاطاحة بمثل هذه الشبكات مش بالامر السهل هي معلومات واخبار استعلاماتية ولا نقولوا احنا مخابراتية ساعات بش نجمه نوصلوا انفكوا هالشبكات اللي تكون تخدم بسرية وسرية تامة وتنشط في يعني حتى في نقولوا احنا في الليل لانه برش عبيت تستر بالليل مش نجم تخدم وتنجم تباشر عملها وكلهم معناها يعني مختصين ومهمش معناها من المواطنين البوسطاء والعاديين تقاهم مختصين وطلقى فيهم اصحاب شهيد العليا وطلقى فيهم يعني نقولوا احنا لكادر ومهم حتى التجار الكبار وهكتو اللي تصعب العملية وانا الهنية بش نجم كين ننبه على الاقل من خطورة ولا المشاركة في مثل هذي الجرام لانه امر اختير واختير جدا خويا كميل الجانب القانوني خويا كميل الجانب انا اقول لكم زادة برفو معناها للمامكم او على الاقل المتابعة معنا ديبال موضوع هذي متع الاثار عليش لانه الاعلام اليوم دوروا راوا تحسيسي راوا دور الاعلام في التحسيس بمخاطر البعرة هذي ونحافظه على تراث بلادنا ثم اشياء ما عندها فالير نحافظه عليها اليوم هذا هو دور اللي يلزم ان نقوم به طبعا طبعا خويا كميل الجانب القانوني بربي عندك فكرة العقوبات والنجم توصل بربي بش اللي واحد يسمع يفهم الحكاية يعرف عليش قادر اغلبية القضايا تترفع ضد الشبكات هذي هي تكوين وفاق واحنا نعرف تكوين الوثاق الاجرامي ينجم مع انتها توصل للعقوبات حتى الـ 20 سنة حب ايواش ان شاء الله ديما الشبكات هذية تكون تحت انظار الوحدات الامنية كما شبنا نجحات الخرمية شكرا نسي كاميل بن عمار بارك الله فيك موضوع مهم على الاخر هو ميجي مش متروحة ميجيش البال في خذم الشاي اللي احنا عايشين نقراوها نقراوها خبار عادي اللي يتاحها بشبكة للمتاجرة بالاثار ونتعداو اما كي تتالى العمليات يطرح السؤال شنوها فما عليش في بارشة ولايات عليش كل مرة نسمعوا خبار عليش بالوتيرة هذي عليش بالتسارع هذة وقتها نكتشفو اللي فما بارشة شبكات واللي الحكاية راي منتشرة في كامل الحاجة جمهورية واللي ثروة بلادنا قاعدة تهدر وقاعدة تتباع للخارج وذيب الرسمي واللي مشكل ويدخل كما قلت لك في خانة غسيل الاموات في متحف كبير في اي بلاد تقول لذي بني واهو وانتي متاعك تغذر له بعينك تشوف فيه ثروة بلادنا قاعدة تدخل في دي سيركوي اختيرة جدا وشبكات دولية وعصابات دولية شكرا لك يعطيك الصحة ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله نهارك اسعد ليم بعد الموزيكا بعد الموزيكا بيانسور بيش تجينا يسرى المناعي بالنجاح اخر بحاجة مزينا على الاخر على الاخر انا المعلمة هذية فيديوهيتها الكل كي نشوفهم اتفرحني على الاخر ذي فتنة هي المعلمة اريجتا وبعد تستقبلها يسرى المناعي ونحكيه معها باكثر دقة على تعاملها مع الصغيرات ولمساج كيفاش توصلهم للصغار بطريقتها المزيانة طريقتها اللي حلوة حلوة برشا نخجو موزيكا مثلين للجمعة من العشر النص النهار دارنا العزيزة كوثر الباردي على ايافام احلى غاديو لحداش وثمانية وثلاثين دقيقة على احلى راديو راديو ايافام وحنا معاكم في دارنا العزيزة حتى النص النهار صبح النور يسرى المناعي صبح الورد كوثورة عودة ميمونة مرحبو بيك اتوحشنيك احنا بلايستك مينجم فاكة حتى حد رغم الاستور عملنا معه برشا جاو محله قدش محل حكييتو حتى جيب اشتخر اشتروح تقول لي والله خليل جمل حكيه انسلموا عني قدموا له تحية كبيرة تحية كبيرة 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 لي انسلموا زادة على مستمعين الكل على احلى غاديوكي في العادة ونقولوا لهم ان شاء الله نهاركم ازين لايام ان شاء الله نجاح هحلو برشا برشا انبيانس بوزيتيح نخلي كنتي تقدرنا على كل احنا طويقة في من تونس بش نقدموا ديفام بتاعنا ديفتنا كاوثر دونك احنا من قطاع مهم جدا من قطاعه والركيزة نقوله بالنسبة للمجتمع النواة اللي نبنيو بها اصغيراتنا ديفتنا معلمة من تعليم ابتدائي نقوله صباح النور يجد ميت صباح الفل والياسمين صباح الانوار صباح الحمد الله خطفناها 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 بالامتحانات ان شاء الله رب يعاون الاوليال كل اسبوع غير عادي تعرف هم يعديو والعائلة تعيش بالرغم اللي احنا قبل ما كنتش رح كاذي احنا نوفيام ودرا شنو كنا نمشي ونعديو الروحو بالليل العظيم معناها عادي معناها عادي ما تدوى يا اختي شنوى هيدا ويقطاع شنوى عديو بعد يخرجوا يقراو المتياق اللي بشي عديوها من غدوة بعد هزو جيب وبعض بصر هم بيدهم يعيشوا في ستريس كبير بغاجدو كخان كبير معنى ذيك عاليش الصغيرات ما يوصل لك للكوليجي لما يبدأ ديجا بدي الموتيفاسيون تنقص والجهد ينقص نقول ربي معهم وربي نجاحهم الناس الكل طبعا نسألها اريج اسكو هذا معنى ها في صحي اللي نعمل فيه وإلا ليه طبعا نحكو فيه اريج ادمايد مرحب بيك هي معلمة في مدرسة بورسدرية واحد انا اريج ما كنش نعرفها اما جلبة انتيبهي على موقع التواصل الاجتماعي ديغنيغ موقع وقت ما صارت قضية التحرش كيفاش حتى تلمل مستيحة وصلت الصغيرات كيفاش نتعاملوا مع عبدانه وكيفاش ننجم وفصلوا برشة حاجات يمكن تنجم اريج تحكي انا اكثر على تعاملها مع الصغار وعلى طريقتها في التعاملها مع وليداتها نقوله وانا وقتها استدعيتها في البرنيور في صبح التسعة على الفيديو هذك اللي كان مميز وجميل جدا انفتنا الفيديو هذك كان واحد من الفيديو اللي ديما نخدمها مع صغار وحتى يعني طريقة ذك كانت واحدة من طرق اللي ديما نستعملها مع صغار حتى ما غير ما نصور معناتنا ديجا سيس كو جوفي مع تلمتي من اللي بديت نخدم في مجال التعليم في المدرسة العمومية ونقري في مدرسة في حي شعبي ونرا في برشة نقص في المدرسة هذيك سوى على المستوى الاجتماعي المادي النفسي كل شي دونك انا قلت بتتخرب بي بعثني للمدرسة هذية باش انا نوعي الصغيرات خطر هي اصعب مرحلة هي الابتدائي ايه على كوين الكل وغات بالنسبة ليا كبر ومعنطها نجمو نتاقلموا معاه نشوفوا حل معنى ذاك اما الابتدائي ذاك السنوات الاولى بالحق صعيبة عالاخر عالاخر مش توصل انت تتعلموا وتفهموا والساعة تعلموا يقعد في تاولا يقعد في بلاسه ويعرف في شد ورقة دجالكة معنى حاجة كبيرة سنة اولى انا قريتها اول عام ليا في الخدمة قريت سنة اولى وكنت بالحق من اصعب العوان اصعب عام هو سنة اولى خطر قدامك صغار فالكي ما قلتت معرش حتى يقعد شد ستيل وميعرش لي انتي راك معلمة ميفهمش كونسبت المعلمة مش فاهمه ولا القسم وكل اما انا ولي قلت يعني انا في نالمو كنت صغيرة قبل وعشت زادة مسيرة دراسية في مدرسة وعرفت معلمين ربي بير كلهم يفضلهم كن مش هما راني منيش في المرحلة الايدي توا ميفي نفس الوقت كنت عندي ديما نقول كنت نتمنى انه كانت التعامل هكا شوية مختلف كنت نتمنى انه كانوا هكا سيسين اكثر يعني الحاجة اللي ملقيت هيش في المعلمين اللي ما شاء الله عليهم انت هما ديجا وصلوني للاقصى حاجة انا حبيت نزيدها نعمل اضافة مع تلينذا فانت انا امي معلمة وبابا عزيزي معلم كيف كيف؟ في الجينات يعني ويراثة 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 دونك قلت خليني نعمل نعطي للصغار الحاجة اللي مستحقينها سوى اينا كنت مستحقها قبل ومستحقينها مهم مش يلقوا فيها عند والديهم عند المجتمع في اي بلاسة يمشوا لها في حياتهم توا عمرهم ستة حتكش لاثناشن سنينة مهمش قاعدين يلقوا في كل شي قاعدين يدخلوا المدرسة يقراوا ويخرجوا ومشوا للروضة يعود يدوشوا ويرقدوا ويرقدوا فمتقليل وين تلقى والي يشد والدو يقعد يحكي معاه في مواضيع حسيسة وهذا اللي قلت لك توليك عني خطر الريتب اللي توا فيه الصغيرات اللي كانوا في الابتداء حاجة بسيطة يقراو توا ولت يقرا 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 اي اي احنا ماشيين في اثنية غالطة اسكو طريقة هذي حتى الاولياء ما عش فهمين انا شوف ستنسخك الخطر علش تلميذ يقرا 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 انتي علش تلميذ ميمشيش يقرا في المدرسة ويروح للدار باركسامل علش خطر ام ويخدمو يخدمو طان كامل علش يمشي للقارد القارد الولي يحاسب القارد نقرا والدي فهمتا القارد يتنافسو شكون يقري اكثر وشكون تلميث القاردوري انجحوا اي اي لانجحوا يحاولوا يقري وطليم ذا فهمتا لانهمو القارد لانهمو الولي لانهمو المعلم ونقعدو هكاكا فهمتا والتلميذ سكون الظاحية في الموضوع الكل التلميذ خطر هو في المدرسة يحب نفهم من كلمك أنه خطر الأولياء تخدم صغار مينجموش يروح لدى الحكاية هذية خطر مفعوض يروح يقول لك هو كخير يمشي للجارد ويقرأ يمشي للتود ويقرأ يعملون كل في الجارد ويقرأ دينهار كامل قليل وين تلقى كل بخيفيد عندها ساعتين لللعب نحن نساقين باقي القرية على أوقات الأولياء في الخدمة بشتيحوا فرد وقت يروحوا بهم ذاك هو اللي ساير هو ما الوليه روح للدار تقول انت يروح للدار بشي يلقى وقت الولدو أنفات قبل هو وولدو يروح طيعة بي طيب المراد طيب لفتو الراجل يمشي يقضي يرقدو ويرقدو صغار ميدوشولم يخدمو لهم مدروسهم وصيبو ما خدمش دجاء حتى في القاردة هنا موخا هو القاردة ليش ما شعوا يقول لك انا ولدي خليه يجيني في نيم سكر من القراية فما اللي عملوهاك فما اللي يعطيهم ربايع سيه والله تعرف اي انت توجبت حاجة مهمة فما اللي اي فما اللي يقول لك هاو كقراءة في المدرسة في القاردة سيعطي السحة خلي يلعب اي وانتي وقتش تقد مع ولدك اي سيتخزان بوخطانك تقد مع ولدك انت وانت شنية علاقتك مع ولدك في الموظف مقترح الوزارة دي كن يسمع فينا اي مسؤول اقتراح كيفش يلزم نسلحوها لحكي هذي والله انا انا شخصيا مع انت حسب انا عندي سنكون ديكس بيونسرا ما عندش برشراهو اما انراه انو علش ما ما نعملوش احنا في المدرسة ديز اتولي اي فهم جدا اتوليه اتوليه افوا اسن اليه ينفي وص المددسة chinese theater يدعين نهارين في الجمعة نهارين في الجمعة يكونو زادى خالصين مش مايقولوش احنا معالمين نعرف احنا معالمين م indigenous بارشة كن في الجمعة تيبعين الخدمة متاعنا نخلصوا عليهم ما نكونوا حاضرين مع تليم ذا نعنوش يتقي الفيزين ميدين اتوليه انجارة اتوليه سبور هده ما موهة في كندا عملين هذا الاغلات بيتكال عملوا في المدربة احطرنا الكريم دو الكريم كمبالا عاملين القرايا يذولي دو ولا تخواجوها كها وبيقي عندهم مزهور عندهم كما قالت كوزين عندهم اي ذات ولي مهمين الورشات راوا في اي دومين في العالم مهمين جدا راهمين نميوا في عقلية الصغير الكمبيتانس اللي هما مخبين اللي ما يعرفهمش صغير يخرجوا فكال الورشات الوركشوب هادوكم يخرجوا صغير احنا قصص نجاح بتاعنا جاني غالمون كنجيبوا صغار ولكن نحكيو حتى على ناس عاملوا تباركور نبقاهم الصغرى عندهم مخبية بتاتري يكتشفها عن طريق الصدفة اي 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 نعملوا نعملوا اديساتو لي حتى حتى دو بسيكولوجي معنا نجيبوا بسيكولوج يحكي مع الصغيرات اللي انتي تعمل فيه طاولي بشيكيو فيه تانيك انتي كيفاش توصل للصغيرات مش مش تبع اكتب الدرس لا تي قعدة تصرق انت تصرق من الدرسي اي 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 اكتب موهدي احنا كما قلت أنتي كأوثر اللي جلب منتباهنا بنسبة القريج التعامل م م معناها كيفاش تتعامل مع الولدات خاتر حقولولداتنا اروا كين نبداوا نقريره اي انك واقتلي صارت لحكي تتحرج بديت خذيتهم اخذيتم معناها وقت منحسة التدريس متاعك وبدأت تفسر لهم كيف نتعامل مع عبدالنا كان فما حاجة ولا شكون هكية حكاية نحكاية يجبنا نعاودوا يعني فما الطريقة اللي انتي تعملت بها مع الصغار واللي ماذا بينا كان اللي يسمعوا فينا الكل تكون فما الطريقة هذي فلا ينا لا كثر حاجة عجبتني من بعض الفيديو هذي نوبرش عبايت باثولي قالوا لاني نوري في الفيديو الصغاري يعني قاعد نعلم في صغاري أبا اختير من الفيديو متاعك فمتلا انا حبيت نخوهم دخلتوا الموضوع يعني هكا مغير ما جيت قلت له ما يتوبش نحكيه وعلى هكا وهكا وهكا لي 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 بشوية بشوية بديت هكا نجبد الموضوع سألتهم اسألة جاوبوني عرفت اليوم الاجوبة متاحهم لازم ما تتبدل لازم ما يفقوا بالصحية يعرفوا كينك بوشكارة والعبد اللي يعطيهم الحلوة ما يعرفوا اش حاجة الاخرى اللي بها الفيدة ما لازم ما يعرفوها فمتلا شوي بشوي مغير ما ذكرت حتى بتاغم خايب كبير على مخهم بطريقة بسيطة ومضحكة ووصلت ووصلت اينا اللحظة هذي والله توقعت ايش عنا اللي عملنا البرنامج عنا حكيت شهر عنا حكيت شهر مش شهر يعني وقتها ما زلت كي عمال هبط الفيديو فشهر ذيك ممكن جايوني حكيت اربعة وقت قتلك فما زوز جايوا حكيوا لي بعضها جايوني عبيد اخرين منهم واحدة جمعة لي فت بركة تحكي لي كيفاش يعني عمل بطولي قامت به هي وصحبتها جايش كو نحكي معاهم وعمل بطولي تحكي لي في كيفاش هربوا يصيحوا اي فهمتا دونك لقيت نتيجة فهمتا يعني سهلة العملية مهاش مهاش صعيبة بش انك توصل صغير تحكي معاهم هو وليت حتى ابرساق قبل اكونا نحكي وانو اريج البر على الصغيرات الليوليوي الليوليوي معناها يكرموا في الاساس ذم تيحوم ماذا بين الحاجة تذي كلها تتعاوض معنا لكوالي العليقة ما بين التلميذ والقصدد ولا التلميذ والمعلم هكا حب متاع قوش عالك في دارك تمشي مرتاح عام الجو اه وليوي يعمل في لزاني بيخسيغل الاساس ذم تيحوم وكل ورد ويخسيني حاجة معليهم اللي يعملو له الحفلة يحبه ما هو المعلم اللي يتواصل كل كل تلميذو شكون يحبه اي هو شو المعلم اللي يعرف كيفاش يجيري قسمه وليتواصل معا تلامثته معناها كأم وكأبو كأبو 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 يعني عائلة راهو يتحب متلا يمزل اي نوفيو بالغنية اللي انت عملته هلو متنوش تغنيها لنا? اه متاع الفرنسية ذي كا انا الاغنية اللي عملتها في الفيديو الصغيرات اه 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 نغني متاع صغير راهي اي اي احنا بيتنا صغير اللي ع Angel موسيقى 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 المعدة. دي ما نحينا مشاكل مثلا مرارة. نحينا ذو ما تهنين عليهم ووقتها نحكيوه على البالونمون العادي متاع مكتنا اللي بش نحكيوه الثوب. أوكي. ناوك. الاسباب متاعه وشنية؟ اول حاجة هي الميكلة ونوعية الميكلة. ناين؟ ثم الميكلة المزايتة برشة تنجي متقلق. اللي حلوة برشة تنجي متقلق. العجين نجي متقلق. حاجة تبدأ هنا فوحة برشة نجي متقلق. مشروبات غازية. مشروبات الخوحالية نجي متقلق. الحاجة اللي فيهم مش عند الناس لكل فما بوقون معينة. ولعند عبيد معينة نجي متقلقهم خاصة بحيطة مع دام مستوء. آآآ.؟؟. وما لدي يكلوا الكرمب زيدة. الثلاتة الكرمب. بيقلقهم. آآ. موجودين. آآ.؟؟. هذي الحال الحالة في الحالة الاخرى متاع ان بيسميه الارفاجي معناه العبيدة اليك تاكل تاكل بجربة دونك يبش تاكل ان هيك لا تاكل معها برشا لاوي زادا معا مدلتها ويتعذف له معا الدقيقة متاعنا ويعطي يكن في خلي موجود يزننا اذيك نحكيو عليه مبعد فاش باش نبعدو على الاقلاقة ديك ثم الضغط النفسي زادنا جميع من راو يرد استرسيه ومتقلق نجمي يسبب له على خاطر العصاب تبدا كيبسها برشا في مسال النبطانة وتنجم تعملنا القاز اللي يتكيفه زادا عرضة اكثر القاز خاطر ما النيكوتين دي جاه هو يتقلق ولسيديتين متاع المعدة تطلع وجبدين اللي هوية ذاك كيما ناكلها بزربة لكن اللي هوية ذاك ازادا بشتعادها في المسال اكثر الدخان اللي يقلق فمع بيد اللي يصري يخص يستعمل وعنده مشكلة القبض يستعملوا اليكساتي في الحاجات اللي بتعاون مع القبض برشا زادا عرضة اكثر المرأة ذاك تبدأ حبلة ذاك تنجم اكل تبديلات اللي تصير في البطنة متاع المرأة ولي الكوريسيتز اكثر على المسال المتعانة او ينجم يقلق الماء فمع بيد اللي عنده مشكلة مع الحليب الانتوليرانس للأكترس برشا حقيت الحليب تعمل لهم قلق قل ايه ينجموا ذاك تقلقوا وانتخ اللي عنده مشاكل ذاكيما قتلك متاع عروفلو متاع مجاير ومتاع مشاكل مع ذاكتين يتقلقوا اللي عندهم سنيهم زادا مش مريقلين نرى ونجموا بزادا يسبوا هذيك مشاكل في الفيخ مطاع الكيرج فن تعم بصار ايه هذوما الكلهم اللي سنيهم عندهم فوسة وعندهم مشاكل تتأثر زادا تتأثر هذوك ايه ايه اثا مايجم عقبلها لذاخدوا ايه ايه مايجم عدي فلاة قبل ايه ايه اثا مايجم عقبل ايه ايه متاعا ان الخبز نعم نحاولون نباتوا على الخبز كلابية الفارينة كحو ويكون فيه أكثر أليف معناها في الأليف حتى بالأم معناها في الكوزة الشيس و السيريال اللي نحبه وشعير وقمح بركة يبدك خوش كامل شبه في الأليف فما حاجات إذا حصلت القلاقة ذاتة كي مع العويد متاعنا القديمة متاع البس بيس تاكلت عب تيزان نرجع عم برشا تيزان ولا حتى يتاكلها كيكا بتبع الحاجات yة قلقنا ونعرف النقل بالقلقنا حتى نبعدو عليهم seno ثم المشربات الغازية ماذا يبينا ريبعدو عليها الخاطر فهات الكاز الكالبوني بقم واحد ليع ؟ ريوق وكلهوة اليو دخل ماذا بينا نبعدو عليها We allow gaz فما حاجات دي ممعروفة نعطيها مثل الشربان وخطر الشربان عنده قابلية بشي مستمية مرة البوليوم المتاعه يمش الغاز لكي عاون شوية برشة مغرومين بيه ومروش يقلق ونجمه ناخدوه وما يتعرضش مع امراض ولا حاجة دونك نجمه ياخدوه إلا فمدويات معينة ميزو مش ناخدوه معاها مطلوب آآ فمدويات تعمل النفيخ هيدا اتم درشة دونك نجم تعمل النفيخ دونك الشربان بياخدوهش مثلا اذا كان عندهم دوين معين يتعرض معاه اي لازلنا ديمة ما كان عامل دوين شاوروا معناها تبيب بتاعنا على دوين اللي ناخدوه فيهم خاصة من الامراض الموزنة الميت اللي ديمة هو نحكيه عليه يزن واحد يأكل في راحت راحت وياخو وقته في الميت لو يوم غضا مليح باش كما قتل بدين فار يحس باش باعه متاعه وفي الوقت المناسب ميكلش اكتر باش باعه وبعد والي يتقلق من ناحية اخرى في الماكلة متاعه من الجن ملكي ياكل ما يدخلش برشة هواية مع ماكلته ولوك ياكل في راحته آآ نيفون متاع ستريس كيما قلت لك لما حالا ذاك يا مرض العسل كنا نتعاركو معاه متنجمش تتحكم باش نقاومو نحاولو على اقل الوقت الماكلة اللي وقت اللي باش ناكلو فيها نخليو هاتي اجواء هادية ناكلو في راحت ننزلو على فلزة بتي ستريس ولا نحطوش فيه موسيقى مدام الجوناب بتاع موسيقى نيومات اي دو كنا وفم مضرش حاجات تنجم تعاون اذا تقلقنا ومعنى هاب هادو ما متنزلنا متقلقين نجمونا نشارو تديب امتاعنا ونزل وعادة انا فما كل عب كيفاش ومن نجموش نعرفو ملو فما حاجات كل عب كيفاش فما ليتقلقوا مثلا ثم لبسا اي 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 المهرب يفهم الحاجة اللي هي مقلقته ولا ولا اي اي انو يفهمها شنوك لاي هو يبدأ ناحية الحاجة دي كتانت ناحية القلق معناه يمكن الجسم هو ما هوش مقابل بشي هذا مالا ثم اللي العدس ثم اللي بقول ثم حتى اللي عند المرسلين يقلقهم اي نوع من يقلق يجرب يفهم الحاجة يبطلها ويبعدها دي كتانت ناحية دكتور شاتر ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله نهارك اسعد لليم نقول لكم شي هي طيبة ملتقنا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت ونخليكم مع فايزة العرفة وفي تسعين دقيقة هي والفريق الكل وكيف كيف جي جي في عنفوت غافيك وسلم هليل في الاخبار باي باي شي هي طيبة